أصدقاء سلام الله عليكم أولا نقدم التهاني الجمهور المغربي بعد تأهل منتخب المغربي لكرة الصلاة على حساب المنتخب الإيراني تأهل إلى ربع النهاية من كأس العالم مباراة الرجاء واتحاد طنجة ستقول يا اللعابة ديرينا قابة للمدريب ومواخدينش فلوس سنقول لك ربزيف دي اللعابة لعبوه في الرجاء وحقوه القابة مع الرجاء ومشاوهما كيتسالو من هم بالمقدام وموهوب ومقعازي والراقي وحافي دي والهدهو دي والشاكير وبالحالي هدو كامل كانوا يبقوا كيتسالو ولكن ما كيخسرووش بها الطريقة هاد المباراة رفا بزاف ما يدقال او من غير المعقول على اي واحد متتبع ومهتم بالشأ الرياضي او بقرة القدم هاد يجيو يدخل بربعة اللاعبين مدافعين وربعة اللاعبين في الهجوم او عندهم نزاع نزاع هجومية وخلي تغير اللاعب وسط الميذان اللي هو زريدة كيتقاتل مع اللاعبين دلتحات طنجا لها الطريقة لعب بها مارادونا لعب بها مارادونا ضد منتخب الالماني في كأس العالم الفين وعشرة وخسر بربعة الزيرو بدخل بورديزو وكانوا عندهم دي ميكيليس وقابريال هينزو وطماندي وعندهم ماسكرانو كان دي ميكيليس ووسط الدفاع اللي كان في العالم احسن واحد كان هو ماسكرانو وماكسي لودريغيز ودي ماريا وميسي وهيقوين وطيفيز هادو را كانوا نجوم وخسر بربعة الزيرو مع المنتخب الالماني بغيت غير نعرف مانا بعدها هادو سفيكو جتيب لما تشاور مع المدير التقنية هادو الأندية المغربية هي الوحيدة في العالم اللي كتجيب المدريب هو اللول عاد كتجيب مدير التقنية او الادارة التقنية والنتيجة شنا هي هي خسران الفلوس في الخاوي غادي تجيب تاني مدريب غادي تعطي تاني فلوس والعالم الله مش حال غادي تسيني معاه ويصدقه ولا ما يصدقش وانا متأكد انك غادي تجيب هادو المدريب بلا معايير بلا معايير تقنية شنا هي نقاط القوة دياله ونقاط ضعف دياله وش الأسلوب دياله كيتناسب مع أسلوب الراجة ولله إلا كان هو هادو المدريب اللي يجي يدرب الأهلي لعندهم إدارة تقنية ومنجحش معهم الراجة والأندية ديالنا كيخلي ولاد بلادهم أو المؤطيرين ديالهم اللي من بيت الراجة وكي يمشي ويجيبه مدريب يجي يدوز عندك ويدي معاه رزيق ومشي بحاله معا من خاسر معا مدريب وولد البيت ديالراجة تفهم تسطى هلا الطير علش ميدربش الراجة غادي تقول ليه ما عندوش كاريال ديال مدريب وهو كان معد بداني مع إفشاي وسلامي ومع فاخير مساعد ومع مارشال ومدير تقنية فراجة ومدير تقنية كذلك في الزمام ومحلل ديال الفيديو هادي دالها معا روماو في الفين وثمانية الناس يلا وصلات لها والسيد عندو شهادة من الاتحاد الأوروبي وتشي تخليه وتجيب واحد يدلك ربعة فلاطاك وربعة فلاطاك وربعة فلاطاك وحط لك واحد مليون ومشي هو ماسكيران وخط حط ماسكيران وتخسر معاول الدارك وكيعرفك مزيان وتجيب واحد حيث كيعرف اللاعبين فقط كيعرف اللاعب ديالراجة هادي شي هو اللي كيطايحك فليتيج هادي رتي بحال ذاك اللي كيصوب ملعب وكيعود يصوب كل عام وذيما مزدود ذاك العام في اي بداية الموسم كتلقى ذاك تيران مزدود وكتحاسبين انت كتل ديما كيصدوا لي التيران هادي رتي بحاله هادي رتي بحاله وتجيب لاعيف المستوى هادي رتي بحاله رب زاف ميت قال كنديره شي اخطاء اللي هيا رحنا كنديره كنديره مناس خرين وهذا ليش ما نديرش انا الطائرة هي لانه هي عليها الدوروف هاي الدوروف مناسبة بش يقدم جاميع الامكانية اللي عدوا قدم راسه كمدرين لانه مدرّف بالمستوى رب زاف منه مراكين ابو شروان وكين بزاف دي اللاعبين هدا بالماجد تيش هو جيم جريندو هوا جريندو تهوا كان خدم معه تهوا وجريندو راجل بمعنى الكلمة وعندو شخصية قوية وما في لدخاله ويدلاوال عندو نيشين السيد من الطاق الله تيخدم من نيتو واللي كينة كينة رب زاف بزاف شحويش تكتكون عزيدة ها كتبغي تزيدها لاش لانك باش تجي تتسيني بها هاد المدريب وتعود تفسخ مع العقد وتعود تصيفه وتعطيه فلوس وتعود تجيب واحد خر وانت عندك عندك ازمة مادية واللعابة كيتسالك وكتزيد عليك مصاريف خرى اللي زايدة هاد الشي لا خصو خصو حل وخصو ناس انا كن امن بالاختصاص يليش تي ناس مختصين هم اللي غي يعزلونك المدريب اللي خاصك بالاسلوب اللي عندو اللي اللي معدوش را ما تدوزش على السيدة عبد الحافظ ولا اسماعي اليوسف ولا السامي قمسان والله يما تدوزع لهم ولكن هنا يا را اللي اللي كتعرفي انت اذاك را عاديان ندي الجنور لا اخلي لا اعطيه فرصة اللي كانت عنده الكفاءة اعطيه فرصة وانت متأكد انه عنده الكفاءة تحية